موسيقى مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم لهذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد رغم الغموض الذي يكتنف علاقات روسيا بإفريقيا إلا أن ما بات جليا هو عودة الدب الروسي إلى هذه القرة حيث تسعى موسكو لإيجاد موطئ قدم لها في إفريقيا عبر توقيع اتفاقية سياسية وعسكرية مع دول تعصف بها انقلابات عسكرية أحدث تجليات الاهتمام الروسي بإفريقيا جولة جديدة يقوم بها وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف تبدأ اليوم من مالي وتقوده لعدة دول في شمال إفريقيا من بينها موريتانيا غدات جولته الإفريقية قال لافروف قبل يومين إن فرنسا تتصرف بعصبية مع تراجع نفوذها الاستعماري الجديد في إفريقيا وفق قوله نتحدد في هذه الحلقة عن سياق جولة لافروف الإفريقية وعن أهدافها ضمن ما بات يعرف بالتنافس الدولي والإقليمي على إفريقيا خاصة بين القوى العظمى يسعدنا في هذه الحلقة أن يكون معلن لقاش هذا الموضوع سيد محمد محمود والبكر الكاتب الصحفي مرحبا بك سيد محمد محمود في البداية هل أوضعتنا في سياق هذه الزيارة وهدافها وهذه الجولة بالأحراب بسم الله الرحمن الرحمن أولا زيارة لافروف هذه الكثير من التساؤلات خاصة على الموريتانيا وروسيا عنهم علاقات من 1964 ومستبهار الموريتانية تم إنشاءها في روسيا ومستبهار الموريتانيا وروسيا لكسع الاتحاد السوفيتي من 1965 المدية كالتاريخ لليوم ما قط فيه وزير خارجي زار موريتانيا وهذه زيارة كبيرة خاصة في هذا الظرف وخاصة من الطرف لافروف لافروف هو شخصية ثانية حكما في الاتحاد في الروس تاريخيا وزير خارجيه هو شخصية ثانية في النظام الروسي من حيث الأهمية لا من حيث الأهمية من حيث دقاء مصداقية شخصية من حيث العلاقة والتأذير داخل السلطة الروسية هذا هو اللي أعنيها زيارة اليوم الموريتاني زيارة اليوم الموريتاني عندها طابع خاص أولا هو صراع الجو سياسي الموريتاني لأن موريتاني موقعها الجغرافي وموقعها سياسي عاد مهم بالنسبة لحلف الناتو للغرب خاصة لنغير أقفت الاستراتيجية وبدأ ينفتح على دمج الشرق والوسط وعلى دمج الشمال الدول الساهل والدول إفراقية وبالتالي عاد موقع موريتاني مهم ذانيا على أنه يريد أن تكون موريتاني هي محور عملياته في منطقة الساحل وهذه أهمية كبيرة بالنسبة للموريتاني من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية الجيوفوليتيكية في نفس الوقت اللي روسيا أيضا عندها حضور وتريد حضور في المنطقة عندها علاقات جيدة مع الجزائر وعندها تأثير قوي في مال وبالتالي أي دور للناتو ولا حضور للناتو استثنائي ولا قوي ولا يحظى بمتيازات خاصة لا يقال عنده تأثير كبيرة على طموح روسيا في المنطقة وبالتالي هذه الزيارة لا شك أنها لا يعد فيها نقاش هذا الموضوع المسألة الثانية على أن أيضا موريتاني باكتشاف فيها القائز بكميات كبيرة لدرجة أنها عادت الثالثة في إفريقيا بعد الجزائر ونيجاريا عاد أيضا دورها كبير ووجودها كبير المعلومات أصلا اللي موجودة أثناء الحرب سوريا هذا الربيع العربي هو لأنه كان في محاولة المرور للغاز القطاري عبر سوريا ذاك ولي رافضت سوريا بيكسا وبالتالي سراع للغاز وصراع للطاقة سراع قوي وكبير جدا خاصة أن روسيا عبر غاز بروم هي هي التي تزود أوروبا بالغاز اللي عندها وبالتالي وجود بديل النسبة معجلة من هذا الغاز لا يكون عنده تأثير كبير على هذا الدور الذي عنده سيا طيب قبل أن ندخل في تفاصيل دلالات الزيارة وابعادها سواء كانت وابعاد التنفس الإقليمي سواء كانت أبعادها سياسية أو اقتصادية أو أمنية ولكن نتحدث الآن عن الزيارة أو الجولة في دلالتها الأشمل في دول الساحل عموما وليس موريتانيا فقط هناك كما تعلم تزايد للنفوذ الروسي خلال السنوات الماضية أو خلال الأشهر الماضية في دول الساحل وفي دول الشمال الإفريقي خاصة مالي بوركنافاسو أخيرا هناك طرد للفرنسيين بطريقة غير دبلوماسية حتى أو غير مسبوقة في الفترة الأخيرة برأيك ما هي أهداف هذا التواجد الروسي المتصاعد هل يتعلق الأمر بالتنافس مع الغربيين أم الرغبة في الاستفادة من ثروات هذه المنطقة أولا هو أصلا المشكلة هنا مشكلة الغرب مشكلة الغربيين هم ما يدوروا أي حد يستفادوا لا يدوروا يفتحوا الطريق لكن التجربة الغربية كانت تجربة مريلة وسيئة مع هذه الشعوبية لأن نحن من الاستقلال ومن قبل الاستقلال مع فرنسا نتائج هذا التعاون كانت سيئة وكارثية وكانت مجموعة من الإقلابات وكانت مجموعة من ردم بؤر توتر والتطرف داخل داخل البلد وبؤر للشقاق وبالتالي ما عندوا أي أي فايدة حقيقية للمنطقة وهذا عاشتوا المنطقة الكاملة التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا الاتحاد الروس حاليا وتركيا والصين وغيرها من البلدان مقدمين نوع من التعاون المبني على الاحترام المشترك ومبني على المنافع المشترك ومبني على الشعوب بدت تنضج مع حتى الشعارات هذه القربية شعارات الانفتاح شعارات الحرية حوض الإسان حوض الإختيار والليبرالية وغيرها من الأمور صبحت أيضا شعوب تطمح أنها تعد عندها خيارات وبالتالي الناس في البحث عن علاقات خارجية وبحث عن استفادة تجبر روسيا أمام الباب وتجبر الصين أمام الباب وتجبر دول مستعدة لأنها تدخل معها في تعاون اقتصادي فرنسيون أيضا يقولون روسيا ليست الاتفاقيات الاقتصادية فقط أو تبادل المنافع التجارية فقط أو لأغاثة الإنسانية كما يقال وما هي فاقنار أيضا هو فاقنار مظهر من مظاهر الرعب الذي يلسقه الغرب بروسيا لكن أيضا من مظاهر الرعب كثيرة ما يتعلق بالجانب الفرنسي وما يتعلق بالغرب بنفسه لأن حتى حريط التعبير حتى هذه الشعارات الشعارات البراقة هذه جوفاء واضحة لأنها تستقل دائما حسب الطلب حسب الراقبة حسب السياسة المنتهجة حسب الموقف الذي يدور الغرب وبالتالي لا عندها قيمة وعلى كل حال ما عكست على الشعور في طال العلاقات بين هذه الدموان اليوم نحن اليوم فرنسا جاءت المالي بعد سنوات من 2011 شقع مالي مدمرة أكثر مالي وروفة الاقتصادية أسوأ مالي ميزانية التنمية فيها أسوأ فرنسا كانت تنفق مليار دولار سنويا على جيشها ما هي أعطية 100 مليون أو 200 مليون المالي سنويا دولار لأن المشكلة مشكلة تنمية مشكلة فقر مشكلة مشكلة عدم قوة الدولة وسيطرتها بدلا من تستثمر هذه الجوانب التي هي أساس الاستقرار وهي الجوانب المهمة استثمرتها في جانب العسكرية تعلق بقواعدها العسكرية ووجودها العسكرية إذن هذا ما عنده ينعكاس ولذلك أي حد جاء لهذه الدول يحمل شعارات أخرى ستتعامل مع أهل أنظمة بشكل تلقائي لأنها على الأقل فرنسا مجربتها لأنها على الأقل الغرب مشرفتها هذا على كل حال ما هو مشرف طيب ربما الصراع على مالي وأبور كنفاسو صراعا واضحا بين القوى العظمى ولكن ماذا عن الدول الأخرى التي لا يوجد فيها إشكالات أمنية بالمعنى المباشرة لا تشهد فيها إشكالات كبرى في حالة مستوى من الاستقرار السياسية هذا عن موريتانيات هذا عن سنغال هذا عن الدول الإفريقية الأخرى التي تشهد نوعا من الاستقرار ما هو نمط العلاقات الروسية اسمح لي ما هو نمط العلاقات الروسية المطلوبة هنا شوف أولا هو عدم الاستقرار يتم نقله ينتقل يجانب أدواء ويجانب المؤامرات وينتقل على كل حالة وبالتالي لا يوجد دولة بنجوة حصنك عن هذا لكن هو عدم الاستقرار عندما يكون كبير وشاسع يستأثر من الدول الأخرى الدول الكبيرة التي لديها مصالح هنا وبالتالي هو تأذير مباشر مباشرة للدولة بصفة غير مباشرة للدول الأخرى ولذلك لا يوجد دولة محصنة عن هذا لأن جميع الدول في العالم هي بؤر لعدم الاستقرار لأنه أصلا التقسيم الجغرافية لمعادة الدول مخلطة أقليات مثلا هذه الجغرافية بتنات على أربع أقليات هذا تقسيمه أقليات قومية أقليات دينية أقليات ثقافية أقليات عرقية معناها ليس محمول أقليات كل دولة وهذا حزام ناري مدير على هذه المنطقة وبالتالي دائما فمبؤر هذا الجانب الثاني هامش هامش تدخل عند هاي دول كبيرة ودول غربية اللي يخدم مصالحها واسع من خلال الأمم المتحدة وخلال القانون الدولي وخلال التنظيم الدولي نفسه ومن خلال مصالح الاقتصادية وبالتالي أيضا هذا موجود إذن ما فيه دولة محصنة معناها كل دولة قد ينتقل هنا عادة الاستغرار هذا عادة في ليبيا وعادة في سوريا وعادة في العراق وهذا هو مظهر وجه الغرب المشين السيء والذي يجعل الناس كاملة تتحول عنه لسبب هذا الوضع يريد أن دول آمنة وهذا من الزمن كاملة آمنة ينتقلها من الاستغرار المرأة ويتدخلها وبالتالي إذن هذا ما فيه دولة بين أجواء الآخر الجانب الثاني أن روسيا تتوسع تتوسع اقتصاديا كيسي وعسكريا وأمنيا هذه الدولة هي السلحة التقليديات والولايات المتحدة الأمريكية نفس الرقم واحد وذنين في السلحة النووي والسلحة التقليدية وبالتالي دولة كبيرة وهي أيضا تتوسط قارتين مدمجة فيها قارتين والسيرة تاريخيا ياسر للدول وياسر للثقافات وبالتالي دولة لا يمكن أبدا أن نحجمها في خارضة معينة ولا يمكن أن نحجمها في قرار أمريكي وبالتالي تسعى من خلال هذا تسعى من خلال هذا تسعى من خلال هذا البناء مصالح روسيا برغم أنها تسعى من خلال هذا البناء مصالح وبناء علاقات استراتيجية في العالم هذه العلاقات هي عندها جوانب عسكرية عندها جوانب أمريو عندها جوانب اقتصادية زراعية والصيد موريتاني وروسيا كانت 24 اتفاقية من العلاقات وهذه الاتفاقيات في الصيد وفي المجالات في 2021 عندها اتفاقية عسكرية هذه التلاقية العسكرية ما كانت تراضية وهي كان اساسها تجديد تنسيق أمني وتجديد الجيش مثل دعم وبالتالي روسيا مهمة لهذه المنطقة والناس بدأت تفهم بدأت تفهم أهمية روسيا يغل بدأت تفهم أهمية روسيا فطار مصالحها هي فطار السرع مع الغرب ولا فطار الانهاء طيب ولكن ايضا روسيا كما يقول بعض غارقة في اشكالاتها كما يقال وروسيا الان ليست تحت سوفيتي سابقاً لم تعد بتلك القوة العسكرية والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً لا يمكن مقارنته من الناحية من حيث التقدم العسكري والتقني والاقتصادي مع روسيا برغم مقاوماتها وبرغم أنها كبيرة ولكن لا يمكن مقارنتها بالغرب والحرب الأوكرانية وروسية بمثال المسألة هنا مقارنة المسألة هنا حاجة نحن لروسيا حاجة للغرب وكيف يمكننا نحصل عليها ومنذ رأيك عن الغرب وتقدمها تكنولوجيته وتطورها كان جابرين عنده حاجتنا والله ما نجابرين نحن بحاجة للتطور بحاجة للتكنولوجيا الزراعية بحاجة للتكنولوجيا بحاجة للمزار الصيد بحاجة تقوية جيشنا تقوية إمنا الداخلي بحاجة لمساعدة هذا ما نجابرين في الغرب هذا متوفر عند مستوى روسيا الحالي بعيداً عن مقارنته بالغرب نحن يعطينا هذا الضمام يعطينا هذه الحاجة تلبية هذه الحاجة وهذا هو المهم إذن معناها المسألة تقاس بحاجة نحن وبالشروط التي نعطي فيهم الحاجة وبالثمن طيب اسمح لي أن أخذ فاصلاً ثم أعود لإستكمال هذا النقاش معك مشاهدين كرام ابقوا معنا مشاهدين الكرام تلفت قناة المرابطون عنايتكم إلى أن الدروس الرقمية التي تقدم على الشاشة موجودة على قناتنا على اليوتيوب ويمكن من نجوزها بكل سهولة عبر الرابط الثالث مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم معنا من جديد في جزء الثاني من برنامج المشهد الذي نقش فيه جولة وزير الخارجية الروسي في شمال إفريقيا التي بدأت اليوم بمالي وستكون من ضمن هذه الدول الموريتانية أيضاً معنا الكاتب الصحفي محمد محمود بكار أهلاً وسهلاً بكم من جديد هناك هداف عام لأغلب الجولات أو الزيارات الخارجية بل السياسة الخارجية الروسية من أبرزها الدعوة إلى أو التحضير للقمة الإفريقية الروسية التي من المقرر أن تنعقد نهاية شهر يوليو المقبل في مدينة سان بيترسبرغ الروسية ثم الملف الثاني هو ملف الحبوب والأسميدة طبعاً تعلم أن هذا من أبرز أوجه الخلاف بين الغربيين والإتحاد الأوروبي وبين الروس لأن روسيا تتهم الغربيين بأن اتفاقية الحبوب تستفيد منها الغربيون وليس الدول النامية ثم كذلك إضعاف هيمنة الدولار الأمريكي من خلال استقطاب الدول الإفريقية للنظام أو مجموعة البريكس برأيك هل يمكن لروسيا تحقق منذ هذه الأهداف؟ أولاً نرى مجالة مهمة في السؤال السابق وهو لأنك أطيت مثل بالحرب الأوكرانية لأنها واضح فيها أدم السيطرة المسيونة بشكل حاسم على الأقل على كل حال أو سريع لبناتهم هذا كان هو الأهم ذانياً روسيا حصلت على معلومات استراتيجية واستخباراتية وعسكرية مهمة من خلال تواجد الغربي ومن خلال المخطط الذي كان وبالتالي روسيا نجحت اليوم روسيا فعلاً تحارب مع أوكرانيا التي تحارب بالوكالة عن الغرب طبعاً أسمح لي هذا فقط ليس موضوعنا ولكن هل يمكن أن توصف دولة عظمى مثل روسيا بأنها نجحت وهي منذ سنة وهي تحاول أن تحت البلد ضعيف كانت تحت شروط حصارها وكانت تحت قبضتها طيلة عقود من الزمن ومع ذلك لم تستطع أن تسيطر عليه بشكل حاسب هل يمكن أن يسمى هذا انتصار؟ ما هو ضعيف أبداً أكرانيا ما هو ضعيفه ودعمها 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 الخرب هو الذي دعمه وهو الذي أعطى لأمد الحرب ونفس الوقت اللي هو يدعمها هو يفاوضون مع روسيا المفاوضات بين المخابرات حاليا المفاوضات وبالتالي الحرب حرب أوروبية أمريكية غربية ضد روسيا وبالتالي ما يحرب وروسيا استخدمت فيها سلحة تقليدية وبالتالي كانت مواجهة إذن هذا مجال ماذا عن هدف زيارة؟ بالنسبة له هدف زيارة هي روسيا تلتقي في هذا من ناحية الاستراتيجية بالدول الكبيرة أم صين وتركيا والإيرانية حتا والإيرانية وغيرها من الدول هاي دول صاطعة دول كبيرة وصطعة الدول ما يمكن تسيرها من خلال النظام العالمي النظام العالمي الموجود هو كل مرحلة تتطور العلاقات الدولية ويكون النظام دولي متأخر عليه اليوم. هذا النظام الدولي هو نظام مقتضيات الحرب العالمية الثانية ما هو نظام القرن الواحد البشرين. فيه الهرية اكثر وفيه الخيارات امام الشعوب اكثر وفيه منافسة. جوب المنافسة هو المهم هو الأساسي هذا النظام يكبل هذا جوب المنافسة ويدعم همنة العرب يمنطي عسكرية وهمية اقتصادية في نفس الوقت للعلم تقدم على تقدم علمي على التقنية ومتقاسم بين العالم كامل وعند الناس كاملين وبالتالي لا تتفهم احتكار للعلم ولا للقوة ولا تتطور ولا تتفهم مجال لحاصر هذا داخل وبالتالي روسيا كيف الصين كيف تركيا كيف هذه الدول كيف هي مجموعة كبيرة كيف هي الهند طيب ولكن ما الذي ستقدم هذه الدول للبشرية ما الذي ستقدم هذه الدول ويمكن أن تقدمه بديلا عن النموذج الغرب الغرب ينظر للعالم مستوى تأذير الثقافة اليوم كم من الناس قصص رأسه كم من الناس مصر الجينز كم من الناس يسمع الرائب مثلا هذا هو هي من الثقافة وثقافة هذه الثقافة ما هي مرافق هاصة تطور عسكري وتطور تقني وتطور هذا الغرب هام يفرض هام يفرض بالتفوق هذا التفوق الصين أليس تفوقا ساحقا قبل أسابيع هناك مغردون سخروا موزير خارجي الروسي أنه ظهر وهو يحمل الآيفون ويلبس الجنس ويتحدث عن محاربة النموذج الغربية وعن هيمنة الغربية ويريدون أن يشيروا إلى أنه يشيروا فقط إلى أنه هذه مجرد شعارات ترفع لأن النموذج الغربية في الفعل تغلغل وأدوات الغربية والهيمنة الغربية دخلت حتى على وزير الخارجي الروسي وهو يتحدث عن محاربة هذا سطحي لأن الآيفون فسا تعدل في الصين تعدل في الصين كعمالة يعني كمصر ليس كملكة شركة أمريكية ما هو كعمالة وفي العالم كامل في العالم كامل تطبيقات والبرامج كاملة موجودة في العالم والروس عندها والصين عندها والناس عندها لكن هو الذي يجعل تطور الثقافة القربية هو أنهم مكتسحين العالم من أحية الثقافية من أحية العسكرية ومن أحية الإعلامية ومهم المكتسحين العالم هم الذين فارضين نفسهم وفرضي الموجودة. طيب. هذا هو اللي أشربت لك يعني. كيف يمكن أن وجدت هذا المد الكاسح بروسيا والصين بأدواتهما والحالية لأدوات تقليدية. بالعكس. بالعكس. لا بالعكس. شوف. كورونا أعطى صورة غير عادية عن الصين. وتطورها. وتطورها. من حيث. في الوقت الذي كانت أمريكا غالبة عدد الكمامات. غالبة عدد وكانت الصين لنزود أوروبا تقضي أمريكا تصرق وتحول الشرح. وكانت برانسا تصرق. اختطفت الشحر. ما الذي أنقذ البشرية من كورونا؟ لقاح. اللقاح. كل دون عنده لقاح فيه. مئة لقاح. لكن اللقاح أمريكي كان. كان أقوى وكان أكثر فاعدية وكان أسرع. لقاحات الغربية أظهر بعد العدد. لا لا لا. ما تقول. لا أبدا. هذه دعاية. ما تقول أبدا. اللقاح أفضل من اللقاح. لأن هذه اللقاحات التي دارت. أنا دارت لها اللقاحات صينية. ما دارت إي لقاح فيها. ولا 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 ريت كورونا. وكان أفضل من اللقاحات الأخرى. لأن الطبيعة التي معدل منها تختلف. لكن على كل حال. الموضوع المهم لأن هذا اللقاح التطور. وهذا اللقاح التقنية. وهذا اللقاح الموارد الطبيعية. هذه يا الله تعود متقاسم بين الناس. ويا الله تعود الناس كامل يتعدل. ويا الله تعود حكر على الأحد. الروس اليوم والصين. وهذه الدولة تريد الانفتاح. تريد حظها من هذا. أنا أقول دونس الماي. ما الذي يريده الروس والصينيون وغيرهما من هذه الدول الإفريقية. في نموذج التعاون. أنت أشرت إلى أن لا نريد أن نكون بديلا بالضرورة عن الغربيين. أو النموذج الغربي بكله. ولكن نريد تعددية وتنافسية. ولكن ما نمط هذا التعاون. ما هي ملامح هذا التعاون. التعاون اقتصادي. تعاون زراعي. تعاون صناعي. لا لا ما كان موجود بهذه الطريقة. وكان ننتخرص جميع الصادرات. جميع رقم الأعمال. بين هذه الدول والدول القربية تلحقوا رقم عالي جدا. وتلحق أن هذه الدول عندها نفاذ مباشر وسريع على الموارد الطبيعية. بينما الناس الأخرى ما تجبرها. لذلك المشكلة هنا. المشكلة أن سرعة النفاذ والقدرة لأنهم يوصلوا لهذه البلدان. ويوصلوا الخيرات. ويوصلوها ملي ويأخذوها ضد مصالح هذه الشعوب. هناك سؤال أيضا. ما الذي ستستفيده هذه الدول من استبدال الفرنسيين أو الجيش الفرنسي بفاقناير أو استبدال فرنسيا بروسيا أو استبدال الأمريكان أو النفوذ الغربي بنفوذ الشرق وصينيا كان. على كل حال لا يتجبر هذه الصورة. ستين سنة من التعاون. ما عندها العكاسات مهمة كبيرة تتعلق بالبنية الاقتصادية. تتعلق بالمصادر البشرية. تتعلق بالتكوين. تتعلق بالتعليم. تتعلق بالنقل للخبرة. تتعلق بالاتفاقات في مجال الصيد ومجال الزراعة ومجال التنمية الحيوانية. على كل حال هذا هو هذه الصورة. الناس إذن يالله نفتحه مع الناس أخرى نشوفه. نعطوهم سنتين نعطوهم ملاذا نعطوهم أربعة. إذن هذه على النقل. وفصلنا المرحلة لنقيمه. نقيمه الماضي ونطلع على المستقبل. هذا المستقبل هو اللي مريود هون. يالله تخلى موريتاني وهذا هو اللي ما بالغرب عنه. يخلي موريتاني ويخلي مالي. يخلوها تختار. تختار مع منسة التعامل. الطريقة اللي يتستخرج به هذا. طريقة التعاون. طريقة التعامل. هذا هو اللي مرفوض. وهذا هو هو أساس اللي جعل الروسيا يجب أن يفرض عليها تجاهد. ويجعل الصين يفرض عليها تجاهد. ويجعل هذه الوضعية اليوم. احنا شبح حرب عالمية ثالثة. به اللي الولايات المتحدة الأمريكية يرى هي متباركة مع الصين تهرها من جيد تايوان. متباركة مع تخلق لها مشكلة. مشكلة قديمة. لكن هذه المشكلة القديمة. كل نهار يصعب ويطلق ويطلق ويجدوها ويعدلوها أكثر أكثر حد. وبالتالي هذا المليود منه. لأن هذه أظهرت نوع من التطوير الاقتصادي. أظهرت نوع من القوة. أظهرت نوع من الرقبة. فعلا أنها تقيس أسواق العالمية الأخرى. تقيس الأسواق الاستهلاكية. تقيس الموارد الطبيعية. هذا هو أليس من الأفضل لدول الفريقية دول الشمال الفريقية فيها دول ضعيفة في معظمها ودول هشة. أن تنأى بنفسها عن سياسة المحاور أصلا وتفتعد عن سياسة المفوض الشرقية أو الغربية. هي ما هي ما هي اللي مشات شرهم. هذه الدول هي من استقلالها لليوم. رات عافية فرنسا ورات عافية الدول الغربية ولما أعطيناها فرصة. اليوم نهاية الدول بعد ستين سنة من الاستعمال. وبعد الديمقراطية وحريطة التعبير والشعب صاحب. يا الله يخليها لخيارها. تختار. تتعامل مع ذاك وتتعامل مع ذاك. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو اللب المسألة. وهذا هو القيود الكبيرة التي طارحها. سمح لي. لن تحدثنا عن موريتانيا. أليس العلاقات الصينية الموريتانية؟ علاقات قوية جدا. وهناك استثمارات الصينية كبيرة في موريتانيا. وبال في المنطقة الإفريقية عموما. هل هناك اعتراض من هل يمنع الغربيون الصينيين من الاستثمار أو الروس أو غيرهم في هذه الدولة؟. شوو شوو. الأمر يختلف. لا تطرح الأمر بهذه الزاوية. فلعلاقات الصين. علاقات تواطيده الموريتاني واستثمارها الكبير الوحيد هو كان شركة الصيد. هو أكبر استثمار عن الصيد الموريتاني. وهذا هو الاستثمار هو جابه الغرب وشيطنه الغرب الليلو. خمسين سنة يستنزف يستنزف الصيد الموريتاني وجاب بواخر مطروضة من جميعا على العالم البواخر الهلوندية. وكانت كل الباخرة قدم لعبين في شبكة هذا الشيء وتمتص. ثروة. منين جات وهذه أنا مدافع عن هوندون. أقول أنا مدافع عن اتفاقها. ونعرأة لأنه السيء. لكنه أسوأ منه خمسين سنة من الاستنزاف. هذه اتفاقية تعاون تجدد سنويا. تمر على البرلمان. تفوصية. ممكن تغييرها بشكل مختلف. ممكن تكون فيها مظالمة. ولكن تصحيح. لا أشوف. يعني هذي بتلك. لا أشوف. أنا لأني لأني لنقول لك. معناها هناك وراء خمسين سنة من الاستقلال. ما لقد تحكمت عن تعدل الاتفاق. الاتفاق مناقش بصفة سيئة. الاتفاق معدل بصفة سيئة. مشهودة ياسم الحق يقوى عن الشعب الموريتاني وعن البرلمان وعن غيره. وله اتفاق نمويش بالعكس. بالعكس. هذا بسبب حكومات عشرة. وعدم أهلية ونخفة فاسرة. ندخل الصين والأمريكان والغيرهم. هذه دول تبحث عن مصالحها. وجد اتفاق مع هذه الحكومة. لا لا. مسألة. مسألة. ما هي بهذه السهولة. مسألة ما هي بهذه السهولة. ولا هو حد لا يدخل لا يدخل سيبر ماركت ويختار منها. مسألة ما هي بهذه السهولة. مسألة صعبة جدا. انت نفسك مرة تعتبره صراع بشيء بوليتيك ومرة تعتبره بشيء لا. مسألة مسألة صراع بين القوى العالمية. صراع مصالح. صراع الموارد. صراع الأسواق الاستهلاكية. صراع على التطور. صراع على البحار. وعلى المحاطات. وعلى المنافذ. وعلى الاجواء. معناها صراع كبير. وصراع وجود. وصراع ثقافة. طيب. هذا هو طبيعة الصراع. المهم من موريتاني صبحة جزء. صبحة مهمة. شاء الله تعدد. باختصار. من ناحية الدبلوماسية. يا الله. المصالح الموريتانية هي لولة. المصالح الموريتانية هي لولة. الموريتانية المهمة. تقيم تاريخها. ما هي دولة وتقيم. اشنا يعطيها. وتقيم اهمية ومرضودية هذه العلاقة. وتأثيرها في العلاقة. هذا هو اللي يجب. شكرا جزيلا للكاتب صحفي محمد بحمود البكار. على مشاركتي معنا في هذه الحلقة. مشاهدين كرام. نقول لكم تحية تفريق الفرنامج. وهذه الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.